أي مساعدات تواجهت تامات ولكن أنا لعلي من يسمعنا أو من يشاهدنا نعطيهم رسالة أولاً النظام في مركز الملك سلمان بناء على التوجهات التي وردتنا من مقام خادم حرم الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله أننا لا نقبل أي مساعدات ولا نشتري أي مساعدات تقل صلاحيتها عن سنة هذه أولاً ثانياً نحرص على جودة المساعدات الإنسانية ما يقدم في مساعدات مركز الملك سلمان هو ما نأكله في المملكة العربية السعودية لا نقدم أقل مما نأكل وهذه رسالة المملكة العربية السعودية الثانية ثالثاً نضمن آليات التخزين الخاصة بمساعداتنا في ما يصل للدول طبعاً بعض الدول قد لا يكون لديهم آليات للتخزين مناسبة ولكن نعمل ما نستطيع أن نعطيهم المعايير للتخزين وبذلك أكاد أجزم أن المملكة العربية السعودية لا ترسل مساعدات منتهية الصلاحية إلا إذا أن الدول خزنتها إلى أنها انتهت صلاحياتها هذه مشكلة الدولة المستفيدة وليست مشكلة مركز الملك سلمان لكن ما أستطيع أن أتكلم عن بعض المؤسسات الدولية والأخرى قد يكون بعض المؤسسات لا تحرص على الجودة والنوعية ولكن أكاد أجزم من المملكة حريصة ولذلك في غزة سميت سلة الغذائية السعودية في الكرتون الأخضر السلة الذهبية المميزة وفيه مقاطع في شبكات التواصل الاجتماعي من نساء وأطفال ورجال في غزة يميزون هذه السلة التي تحمل أولاً السيفين والنخلة شعار الغالي علينا شعار المملكة العربية السعودية كذلك بالنسبة لسرقة المساعدات أختمي للأسف في كل دولة فيها صراع يحصل ابتزاز ولكن أنا رسالتي لمن يسمعنا ويشاهدنا إذا تم ابتزاز أو سرقة 10% من المساعدات أو 15% من المساعدات لا ننظر للجزء الفارغ من الكأس ننظر أن 85% أو 90% مساعدات وصلت للمحتاج فهناك من ضعاف النفوس من إما يسرق أو تعطيه المساعدة ويبيعها ويأخذ نقودها لكن إذا أوصلت إلى 90% يكفيني نجاحاً أنني أوصلت للغالبية العظمى من المحتاجين بصرف النظر عن ضعاف النفوس فلا أعاقب الجميع بسبب القليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر